معي أستاذ حمادة من المنوفية تفضل يا أستاذ حمادة حضرك معي أستاذ حمادة سلام عليك يا فندم سلام رحمة الله وبركاته أهلا بيك تفضل أهلا معي يا فندم والله يا فندم كنت محتاجين من حضراتك تخصص لنا حلقة كده بخصوص البط المسكوفي والتربية وده إحنا في الحزبان هيبقى إن شاء الله في برنامج السارة الحيوانية بعد شهر رمضان المبارك البط المسكوفي أنا ملاحظة إن حضراتك إن شاء الله مهتم بالزراعة ربنا وفقك ومهتم بالدواجن ولكن البط إحنا كنا محتاجين من كل مشروع يوفر برضو حتاجات الناس من اللحم وكده إحنا إن شاء الله بعد شهر رمضان في برنامج السارة الحيوانية هنتكلم عن البط المسكوفي وهنتكلم عن النعام وعن الأرانب إحنا بخصصين يعني جانب كبير لعدد من الحلقات هنبتدي فيها هنتكلم عن السلالات والتربية وإزاي إن إحنا نبتدي مع الشباب كمشاريع الناس دي عايزة تبتدي مشروع بقى أقل إمكانيات يقدر ولا لأ وإن اللي يناسبه يربي بط ولا يربي سمان الأرانب يجيبها منين أنا كنت بكلم الدكتور طريق سليمان من أسبوع قال لي لأ إحنا فيه اتجاه لتقنين تربية الدواجة الأرانب من خلال إن أنا أشتغل بسلالات ما ينفعش التربية العشوائية دي فإن شاء الله أنا بوعدك هنتبعي لك البط المسكوفي وهنتبع جانب أو عدد كبير من المشاريع المرتبطة بالصرر الحيواني والله نتمنى هذا فإن دم أحسن المشروع ده نسمع النواة الكويس يعني بس أنا حس له مهمل كده من ناحية برضو وزارة الزراع لأنه ما فيش توعيات كده لا بالعكس هو مش مهمل لا هو موجود إرشاد وموجود معهد الإنتاج الحيواني ولكن إحنا هنلقي الضوء عليه أكتر إعلاميا وأنا عملت حلقات من داخل المزارع وعنابر كتير على فكرة هتلاقيه موجود على موقع قناة مصر الزراعي على اليوتيوب لكن إحنا طبعا لازم نكون على تواصل مستمر معاكم فزي ما وعدتك إن شاء الله بعد شهر رمضان هيبقى بردمج السرر الحيوانية هنتبع مع بعض في كل هذه المشاريع بشكرك زكريا من ينه يا زكريا زكريا من المركز زيفتة والستاذ سعر أحسن ناس تفضل الله بنا بركت لك حضرتك إلا كنت اليوم داخلة معك من عشر أيام بخصوص فيها أنطرة أنا حكيت لك على وضعها أنطرة أهالي عاملينها طولها أكتر من ثلاثين متر أيو أنا كلمت حضرتك وفيه واحد اسم المهندس محمد كلمني تاني يوم وما فيش أي فعالات حفظ لا المهندس محمد ده من فيه مهندس قال 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 ما حضرتك المهندس محمد ده من الري يا حج زكريا وفيه معاينة عملت لكن أنت لما تيجي تتكلم على الأنطرة دي الأهالي عاملينها بقالهم سنين ودي بتعملها معاينة علشان يتاخد فيها إجراءات قانونية لأن دي لازم بيكون فيها أكتر من جهة مشاركة في عملية الإزالة ما هي بقاش بمكالمة تليفون هينزلوا شلوه وأنت أكيد عارف أكتر مني الكلام ده أنت بتقول لي في المكالمة بتاعتك أنا فاكرها لما بيجي الحفار عشان يطهر الأهالي بيمنعوه تطلع واحدة ستة تقول لي مش هتشتغل هنا فأنت مبالك لو أنت راح تشيلها فدي لها تنصيق واستعدادات المهندس محمد كلمك ده من إدارة الري وفيه معاينة تم عملها وفيه تنصيق دلوقتي مع الوحدة المحلية لأن حتى ده بيبقى فيها تنصيق أمني كمان حاضر يا أسيزة احنا فاكرين وانت بنفسك شفت إن فيه متابعة يعني مش أنا اللي كلمتك ولا فريق الاعداد لا الري هو اللي كلمك تابع معاه أكيد خدت رقمه ما خدتش رقمه ليه؟ طبعا أنا هو اللي هقال لي مسلا نسجل رقم ده عشان تسابعني ولا قال لي إيه؟ انت المفروض دي مشكلتك أنت ما تساعدنا يا حاج زكريا احنا هنتابع معاه تاني وهنرض عليك برضو مش هنسيبك طبعا ماشي هو لو تسع حضرتك تاني احنا هنتابع كحاج زكريا وهنتابع مع الري عناية الاثنين بشكرك مشاكل الري فيها جانب كبير جدا إحنا اللي سببه إحنا الأهالي إحنا اللي متسببين فيه إزاي تقول لي أصل الراجل ده تعدى على جانب كبير مترعى أو ردم المصرف هنا أو عام الأنطرة أو قدام بيته ردم ولما تيجي الكراكع عشان تطهر يقول له لا لا ما تعدش من هنا وبعدين ده احنا طول عمرنا بنقول مهندس الري ومكانته وقمته وبنقدس إن الترعى يحصر هيا أي نوع من أنواع التعدي أو الإهمال وبعدين إزاي حنا كنا بنتكلم على الأمن الغذائي الأمن القوم الغذائي للمصريين بيجي منين؟ بيجي من الزراعة أستاذ أشرف من البحيرة تفضل أستاذ أستاذ حالك بيه؟ أهلا بحضرتك أفن كل صورة طيب حضرتك بالصح والسلام كنت رحت البنك عندنا اللي هو بنك الزراعة ده وجدمت على مشروع البيتلو وعكسوني شرحت في دمانهور ورجحت لهم تاني كمل أنا سمك وجدمت عليه بجالي شهرين ومبيش أي حاجة جدت ولا حد جالي في حاجة وكل ما نسبه للورج بتاعي جيه يقوله لسه مجاش كل ما نسبه للورج جيه يقوله لسه مجاش جي منين؟ من اللي يقوله ورق سفر دمانهور طب ورق سفر دمانهور وقول لها فلما سفر ما هو أنت في إجراءات بتتم بس أنا عايزة أقولك أنت شهرين مش كتير لأن اللي متقدم لقرد البتلو أعداد كبيرة جدا أنا معايا يعني دلوقتي خبر ممتاز عن قرد البتلو أنت اتوافق لك على المكان ولا ما اتوافقش؟ اتوافق لي وانا عمل استعلام بالنسبة للبانك وبتاعه كل الحاجات دي خالص أنت مقدم على كم راس؟ أنا كنت مقدم على خمستاشر ردوا جاعد والجميع اللي يجو معين دولة عكسوني جالولي لحد خمسة قلت له مماش خفضهم من خمستاشر راس لكام؟ لخمس روس جالك المكان وبتاعه قاعد يتحجج له المكان يشيل والله لكام أنا من سمك؟ تمانية؟ خمس روس خمس روس؟ اه طيب بشكرك يا سيد أشوف الحاجة عبد الحميد من الدهلية تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وعبدالك طيب وحضرك بالصحة والسلام يا فندي الله يخليك حبيب فضل الوقت أنا من مركز المركز ده مشهور بزراعة العنف والورطان والحاجات دي تمام فأنا عندي نصر بدان كام مزرور العنف من التمانينات فما عادش بيطرح فأنا شلت العنف الصجرة وحتى ما شلتش أحديده في السلك وزراعته تاني في نفس السفن يعني تمام جيت أصرف كماوي قالك لك لك أنت مخالف وملكش كماوي مخالف عشان زراعة الأشجر جديدة بيقولك أنت عملت إحلال وتجديد اللي تقصده بس أنا شلت الصجرة لديمة وحضت الصجرة جديدة يعني ما شلت العنف دمعته لأنه جايب كان جايب تشعرون كيلو نصف الده يعني مش جايب حتى ريو مين اللي قالك في الجامعية؟ الجامعية آه كماوي قالك لك لك أنت مخالف وطبعا زي ناس كتير مش علاقات ده أنا مقا يعني فيه ناس كتير ألعت وزرعت وملكش كماوي عشان أنت مخالف طيب حنرجع على طول دلوقتي هنبلغ لك وكيل وزارة الزراعة في الده أهلية وهنخليه يكلمك ونشوف إجراءاتها إيه وإنت كل اللي حصل أن أنت الأشجار القديمة شلتها وزراعة مكانها جديدة عشان ما بقيتش من تجديدها وزراعة جديدة فهنشوف وضعها القانوني إيه وحخليه يتواصل محاطتك ونحلها لك حاضر ما لا يسمي حضرتك أن العنف ده أقل المحاصيل هوا أنت في أجا آه الجامعية اسمها إيه شنيسة شنيدة شنيسة شنيتة 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 حاضر شنيسة شين نوني إيه ماشي بشكرك يا حج بالنسبة لقرض البتيلو اعتماد تسعة وخمسين مليون جنيه لعدد تلتمية تمانية وستين مستفيد جدد من المشروع القومي لإحياء البتيلو استهدف تنشيط الإقبال بمحافظات الصعيد ودور حيوي للمرأة في النهوض بالإنتاج الحيواني وإن اعتمد المجلس القومي لإحياء مشروع البتيلو تسعة وخمسين مليون وخمسمية خمسة وتمانين ألف جنيه لعدد تلتمية تمانية وستين مستفيد لشراء أربعة تلاف ومية تمانية ومية تلاتة وستين رأس من العجول البتيلو بقيمة واحد واربعين مليون وستمية وتلاتين ألف جنيه بينما تم تمويل تغذية تلات تلاف وخمسمية واحد وتسعين رأس من العجول بقيمة سبعتاشر مليون وتسعمية خمسة وخمسين ألف جنيه وذلك ضمن خطة الوزارة للنهوض بالسر والحيوانية وتوفير فرص عمل للمرأة الريفية وصغار المزارعين وأن عدد المستفيدين بقرود التمويل من محافظات الوجهة البحري بلغ 312 مستفيد في الوجهة البحري 312 مستفيد في 10 محافظات بإجمال 49.370.000 جنيه مصري ولشراء عدد 3428 رأس مقابل 55 مستفيداً بمحافظات الوجهة القبلي من 6 محافظات وده بإجمالي مبلغ 9.930.000 جنيه لشراء عدد 735 رأس يعني دي وضحت الدكتورة مونة محرز نائب وزير الزراع لشؤون السر الحيوانية أن ذلك يأتي وفقاً لتوجهة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن يتم تنشيط وتعظيم الاستفادة من المشروع بالمحافظات وبخاصة محافظات الوجهة القبلي حتى يتحقق التوزيع العادل بين كافة المحافظات مشيدة بالزيادة الملحوظة من أعداد السيدات المستفيدات من المشروع القومي لإحياء البتنلو الذي بلغ عددهم 109 سيدة على مستوى المحافظات المختلفة الفكرة يعني مشروع غاية فيه الأهمية خلق فرص عمل جديدة دخل رؤوس أموال داخل هذا القطاع إحياء للسر الحيوانية جانب مهم جداً وهو جانب التعاوني يجب أن يدخل يجب أن يساهم عاوزكم وانتوا بتساعدوا المربي أنه هو يسوى بسعر عادل عشان يكسب وعشان المستفيد أو المستهلك يستفيد في النهاية حاج محمد من الاهلية تفضل السلام عليكم من البحيرة السلام ورحمة الله وبركاته زيارك السلام ورحمة الله وبركاته وحضرك بالصح والسلام عندنا المكافر الضوار بحيرة تمام في جب الأرض التحتي سرعة إثناء سرعة الحمرة واخذة واخذة من طرعة رأسية ما في طرعة جرش تمام طرعة الحمرة دي طرعة طبعاً هالي أي الجسر بتاعها منهار في أماكن كتير يعني تمام وينزل الماء في مصرف الصارف عندي بيصعب مصروع الماء عندي في المصارف ومبوض الأرض عندي وانا اتكلمت مع حضركك من حوالي سنة من المشبوضة وكلمني وكيل وزارك الزراعة على الرأي في البحيرة والغاية الآن ما فيه جديد خالح أنت عملت إيه بقى بعديها لما كلمك وكيل وزارة الرأي ما تبعتش معاه لما كلمك وكيل وزارة الزراعة ما سألتش الناس دي بعد كده أنا كلمت المهندسة اللي عندنا مشت هندسة الرأي جالت أنا بعت مهندس وما فيش مشاكل طب أنا هتابعهم لك تاني أنا عايز سألك سؤال أنت زارع إيه دلوقتي أنا الزارع عندي جوافة والمحاصي الجوافة أخبرها إيه؟ الجوافة والله ساعات الماية بترويها من المصر أيوه هي بتستحمل درجة ملوحة اللي جوافة؟ معلش بس التكرار دي بواسطة التكرار الرأي من المصر من بواسط الحر عامل يمعك؟ أو درجات الحرارة دلوقتي النهاردة عندك وأخبارها إيه؟ وأنت نزلت الأرض النهاردة والرأي؟ الحرارة حوالي 42 عندنا والواحدة أنت نزلت النهاردة ولا مبرح بالليل ولا تبعت زارع كمتا؟ لا والله أنا مروي من حوالي أسبوع أو عشر قيام وسعي بالأرض من أسبوع ما رويتش؟ لا لسه لسه الأرض من الصرف عندنا مش تمام فعشان كده يعني منطول فترة رأي شوية عشان الصرف عندك يعني مكتوم؟ أه ما الصرف ما بقولنا في الجزء من الأرض فأنت كده كده عندك الميا مش هتفرق معك مش هيفرق معك الحر ده هيا المهندسة قالت ما فيش اعتماد وفيش ميزانية عشان نبطنها ودي طرع خاصة لا لو هي خاصة مين اللي مسؤول عنها ونشتغل فيها ما هي لو هي مش تبع الرأي مش هعملوها لك لو هي خاصة أو هي تبع التعاونيات أو تبع الزراعة لا تبع الزراعة تبع الزراعة يبقى احنا نشوف مع الجماعية الزراعية ونشوف أخبارها إيه وهنعملها إزاي حاضر هتبعها لك النهاردة إن شاء الله بشكرك حج حسن من كفر الشيخ تفضل أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جب اسمه عندي الحمد لله يا فندم أنا عندنا مشكلة دلوقتي بتاع التعادي الناس اللي متعديها على الطريق على تلات الشيخة في جماعية المنشيئة الجديدة إيه الأخبار؟ قل لي حكيلي الموضوع بالزبط الموضوع زي ما أنا بكلم حضرتك كده تن واحدة واحدة كل مرة يزودوا المروة لما أحنا دلوقتي بنيجي نمشي على الطريق بالعافية لو ما قابلك أي عربية أي جرام يبقى أنت تخفى الله تقع يا في المروة عند المالك يا في الترعة في البحر قل لي المكان بالزبط كده حاجة حسن؟ المكان ترعة الشيخة المنشيئة الجديدة المنشيئة الجديدة ده عند الكيلو كام التعدي ده بقى فيها؟ إحنا سبعة بسطين يا فندي حاضر سيب رقمك بس عشان لو حتاجنا نعرف معلومات تانية أنا سيد رقمي في الكنترول دلوتماشي عناية حاضر حك نصان تطي يعني تأكيداً للكلام اللي أنا قلته في بداية الحلقة يعني جزء كبير جداً من مشاكل الرأي إحنا اللي سببه تعدي بيختلف من مكان لمكان وأوجه التعدي متشابهة ولكن في النهاية أنت بتعمل أزمة عند المزارع بتتسبب للراجل ده في نوعه كبير أو حجم كبير من الخسائر ليه؟ المصلحة الشخصية في هذه الأحيان هي مفسدة يقول لي أهي ابتدت عندهم لسه بيقول لحجة حسن ابتدت عندهم شوية بشوية يوسع يوسع في التعدي سنة سنة ومحدش وقف له من الأول معي الأستاذ الدكتورة النجوة عبدالهادي وأستاذ الانتاج الحيواني رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الأرانب كل عام وحضرتك طيبة يا فندم دكتور النجوة وكل المصريين بخير يا رب العالم العربي أنا عايز أتكلم مع حضرتك النهاردة عن الأرانب طول عمرنا تربية الأرانب منتشرة في الريف المصري وبتعتبر أن هي من المشاريع البسيطة النجحة لأن فيها تكاثر سريع وفيها دور التربية ولكن بيحصل فيها أزمات وبيحصل فيها نفوق عايز أتكلم عن السلالات اللي موجودة في مصر المراب النهاردة أو الشاب اللي بتفرج عليها لو عايز يجيب سلالة يجيبها منين إيه أهم الشروط اللي ممكن يرعيها وهو بيتعامل مع هذا المشروع علشان يقدر يستقر وينجح تماما أهم سلالات كتيرة موجودة في مصر لكن عسان نبقى صرحة مع بعض النقاوة الوراثية بتاعتها مش عالية يعني حصل خلط كتير يعني هنلاقي السكل الظاهري أراني بسلالات كتيرة جدا الأراني بالنزانتي والكاليفورنيا والسانشيلا والبابليون والفلاندر والأنواع كتيرة جدا والريكس موجودة عندنا في مصر للأمانة كل ده هنلاقيه عند المرابين كماني لكن درجة النقاوة الوراثية مش 100% أي يعني خليط في حاجات بقى دخل في مصر اللي هي الهجم التجارية اللي هي زي الفراخ البيضة مثلا مقابل الفراخ البيضة عندنا حاجة سمع خط الهاي بلاس وخط البيضة عندنا دول اتنين اللي هم أوزانهم بتبقى عالية وبيجيبوا عدد خلفات عالية وإنتاجهم عالي عموما أي اللي هو برضي من عدة خطوط وراسيا ده مستورد من الخارج وموجود دلوقتي عندنا وبدأ ينتشر زي ما دخلت التمانينات عندنا نيزلندي وكاليفورنيا ونطسط فده كل ده دي حاجات موجودة طريقة الحصول عليها المثلة من الأماكن البحثية والمزارع الموثوق بيها يعني في مزارع خاصة ذاتة ثقة عالية جدا يعني عندنا في الجامعية المصرية المنتجي الأرانب في مرابين تبعين لإشراف الجامعية دولة إنتاجهم كويس جدا فيبقى لازم مكان موثوق فيه يعني الأرانب عاملة زي الخيل زي اللي لابد انك انت تروح لما كان موثوق فيه تشوف الأنساب بتاعتها وعدم خلط تشوف عن نسب بالضبط لأن لو حضرتك جبت خالير في الأرانب ووريت له أرنبة صحية كويسة هتقوله دي خاليط ولا سلالة نقية مش هيعرف يجاوب عليك اللي هيجاوب عليك اللي بيربي اللي متابع اللي عنده سجلي عارف دي أبوها إيه وأمها إيه ومنتخل بتفرق في إيه؟ يعني خلط الأنساب ده بيفرق في إيه؟ الخاصة على فكرة جيد جداً والناس فهمة غلط يعني دايماً تقول لا تقول أنا عايز أخد نيزان دي أنا عايز أخد نيزان دي والكاليفورنيا وكل الوصول دي خلاص العالم عموماً بيبتعد عنها لأن الأصول دي بتتربة تحت أجواء معينة وليها نظام تغذية معينة لكن الخلطان بتتعامل دلوقتي عشان تقدر تواجه الأجواء الحارة والكلام ده كون يعني البي لاين ده معمول عشان يميش في بحر البحر المتوسط الحوض البحر المتوسط البلاد اللي وقع عليه بحث يتحمل درجة الحرارة وهو إحنا دلوقتي في حرارة شكلها إيه؟ إحنا خمسين في الضل النهاردة الحرارة خمسين يعني وصلة لخمسين أقرد في الشمس وفي الضل حوالي حاجة واربعين حرارة جوة العنابر دلوقتي الناس بتتكلمني النهاردة المربين في واحد جوة العنبر عند وصلة لخمسة وثلاثين 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 نخلص النقطة دي يبقى بيلجأ للأماكن الحكومية البحثية والمزارع ذات الثقة والجمعيات اللي هي المربين تابعة للإشراف بحيث أنه محدش يبحث عليها طب أنا هسأل بعض الأسئلة اللي هي تعتبر عنوين مش هتكلم في التفاصيل وديها تبقى بداية أنا إن شاء الله هتواصل بحضرك تاني علشان أنا هركز في الفترة القادمة على مشاريع الإنتاج الحيواني بالنسبة للحيوانات الصغيرة يساعدني أن أنا أتعاون إن شاء الله نبقى قدينا في قدين بعض بحيث أننا نفيد الناس والشباب النهاردة لو أنا عايز أعمل عنبر أنسب مساحة عدد القطيع قد إيه؟ دورة التربية مدتها قد إيه؟ لو أنا عايز أبدأ كمبتدق يبقى بنصح منصحش بأكتر من خمسة وعشرين أم وخمس ذكور خمسة وعشرين أم وخمس ذكور لمبتدق متدرب مش مبتدق غير متدرب ولا أعرف شيء عن الأرانب لمبتدق متدرب يعني خد دورة تدريبية أو أرى كويس ورجع لناس متخصصين في الموضوع ده يبقى خمسة وعشرين أرى بدون محتاجين خمس بطريات خمس بطريات كل الموضوع عسان الخلفات بتاعت الأمهات تبقى فيها الخلفات بتبقى على مسافة قد إيه؟ الدورة بتاعتها قد إيه؟ حضرتك الدورة الحملة عبارة عن صحر والرضاعة صحر وبعد كده بنيجي يعني عمري بعد الرضاعة بصحر ربي صحر كمان ونسوق يعني على ثلاث شهور أقدر أسوق ثلاث شهور أقدر أسوق خمسة وعشرين أم وخمس زكور دول ممكن يدوني كم خلفة في الدورة تقريباً؟ الدورة الواحدة بحكب للأم كمتقصص سبعة يبقى عندي سبعة في خمسة وعشرين يعني متين تقريباً مية وخمسة وعشرين مية وخمسة وعشرين خلفة في الدورة الواحدة كويس وإحنا بنتكلم على خمس بطريات بس يعني أنا عاملة على المنموم يعني عاملة على المستويات الدنيا يعني ده ممكن يوصل معي المتين بالراحة طب متين في البصن الواحدة مع الرعاية الجيدة التربية التربية كلها بتبقى داخل البطريات داخل البطريات طب أنا عايز أسأل سؤال تاني النهاردة التغذية بتفرق معي كتير جداً واختلفت عن التغذية سابقة وفيه أعلاف حديثة دي بتفرق معي في معدل التحويل نفسه آه طبعاً لا بد ما نقدر في الوقت نعتمد على البرسيم والشعير والحجابة اللي هي مخلطات الزرعال وحدها لو عملنا كده ده يبقى شغل اقتصادي خالصة تلاقي الأم حضرات ده بيت لك ثلاث خلفات أربع خلفات جابت بطن وفوتت التانية لو مشينا بالكلام ده وأنا بتعامل مع الناس اللي هي بسيطة ما تقدرت على لأن الصن العالم حضرتك وصل دلوقتي لخمس تلاف وربعمية خمس تلاف وربعمية أنا مش متخصص أنا إعلامي لكن الحمد لله دخلت مزارع كتير جداً فأحد المرات شفت الأرانب الصغيرة الرضيعة والعامل بيعمل دوضاء بسيطة كده جنبها فقال لي أصلاً بعودهم على الدوشة علشان ما يجلهمش تسمم دموي بعد كده الكلام ده صح؟ لا ما اللي فيش علاقة بين الدوضاء والتسمم الدموي لكن أنا عايز أقول لحضرتك الأرنب بساك العام يخاف من الغرباء والأصوات الغريبة لابد أعوده يعني أنا عايز أسمع أخليه أتعود على أصوات طوية ده أخلي راديو إما صوت قرآن إما صوت موسيقى إما صوت كلام نصرات حاجة برامج بشجال فبيتعود إن في كلام يعني دايماً هو الأرنب يحب الهدول إن مالو الصوت الأرنب الصوت بتاعه الوحيد اللي هو يصرخ لما يكون في ألم يعني أما أسمع صرخة بأعرفة إن في ألم أو أثناء عملية التلقيح بين الزكر والأول تحصل تأسرخة من الزكر ده الصوت الوحيد اللي بيزر من الأرنب دي برامج تحسين يا فاند من نمشي عليها المفروض في برامج تحسين طبعاً بكتيري وفيروسي ده اللي أنا بأكد عليه دلوقت الفيروسي منتشر في مصر بقاله سنة وللأسف حصل فيه تحورات الفيروس اللي هو التسمم الناس فيه الفيروسي كنا احنا بنبدأ تحسين من عمر أربع فهور أي نصحنا من الجهات البطارية إن نبتدي لأ نقلل سوية وصلنا لشهرين من شهر واحد فقط بدأنا نحصن والخلفات تحت أمها عمره 25 يوم نبديله متحسين ده لأن ده الفيروس تحور أنا كان فيه مرب تصل بي قال القطيع اللي عني جاله الجرب أيها وقال لي تنصحني بإيه أعمل إيه الجرب حضرتك فيه حاجة اسمها الإيفوماك بنحقن بيها وطبعا الجرب ده زي الكابريت في المزارع يعني لابد إن احنا نلحقه من أوله ونبقى عندنا خبرة إن احنا نكتشفه بدري نعالجه على طول لو بنحقن إيفوماك أو فيه مرهم كتيرة فيها كابريت بندهن الأماكن دي وبنغصص فيه محلول فيه بايزانون برضو بيعالج الجرب وطبعا لابد نخسل الأماكن كويس جدا ونعز المريض لأن المرض بينتشر بصورة جامدة جدا وبسرعة يخلي الأرنب يخسه يسلسل وما يطول هو فيه أمراض مشتركة ما بين الإنسان والأرانب؟ لا ما فيهش الحاجات دي خالص لأن فيه ناس يقولك الجرب دي لا هي بيبقى نوع من الحساسية من شعر الأرانب نفس لكن الجرب لا ينتقل للإنسان تمام بتاع الأرانب الجمعية المصرية لمنتج الأرانب بتمنح أو فيه إقامة للدورات تدريبية؟ طبعا بنعمل دورات وقوافل ويعني بنروح للمرابين وبنعمل جوائز الأفضل مربي وبنعمل مجلة سنوية يعني الأرانب بننزل فيها أحسن أكثر المواضيع اللي تهم المربي يعني وبنقدم لهم يعني خدمات كتير قوي وطبعا بنساعدهم في الحصول على السلالات إذا توفر المكان اللي هو يستوعب خمس بطاريات خمس بطاريات وخمسة وعشرين أم وخمس ذكور التكلفة بتبقى كم تقريبا؟ حضرتك يعني دلوقتي بنتكلم في 200 200 في 25 يعني حضرتك إحنا عايزنا حسن المشروع ده ممكن نبتدي بـ 10.000 بـ 10.000 جنيه؟ أقدر ابتدي المشروع ده ويبتدي يديني وطبعا المبتدئ الصغير لو فيه ناس بتيدي خلاص خمسة ودكر فقط بطارية واحدة بطارية واحدة اللي هم خمس خمس إناس وذكر إنما لو أنا هتكلم على خمسة وعشرين أمسة وخمس ذكور وخمس بطاريات ده بـ 10.000 جنيه تقريبا رأس مال مشروع ويبتدي يديني عائد بعد ثلاث شهور بعد ثلاث شهور يعني أقدر أجيب دورة رأس المال دي بعد قد إيه؟ يعني حضرتك بعد يعني يعني في خلال السنة ممكن يغطي المشروع تكاليفه تمام تمام وده يعني نموذج أنا حبيت أقولك الضوء عليه النهاردة إن شاء الله برضو يعني بعد شهر رمضان كريم إن شاء الله حنتواصل مع حضرتك علشان نتكلم في تفاصيل أكتر علشان نعرف الشباب ونرشدهم لهذه المشاريع بشكر حضرتك الدكتورة نجوة عبدالهادي الجامعين المصرية لمنتجي الألبان يعني مربين كتير جدا وأبناء في الريف المصري سألوني مشاريع الإنتاج الحيواني عايزين نبتديها السلالات نجيبها منين رأس المال قد إيه اللي أنا قدر أشتغل به التوعية والإرشاد ده يعني مهم جدا في هذا التوقيت نحن نتكلم النهاردة على مشروع 25 أم وخمس ذكور وخمس بطاريات في حدود يعني تكلفة 10 تلاف جنيه مشروع ممكن يكون دخل لأن في معظم الأماكن في الريف المصري ده دخل إضافي الجانبي ومع الوقت يكبر مع الوقت يبقى مستقرة أكتر ويبقى فيه إنتاج أزيد لكن المهم البداية وإن بداية تكون منين وصح دكتورة نجوة قدتلي ممكن يبتدي بخمس أمهات وبذكر وبذكر واحد المهم إن إحنا نشتغل دي ممكن تكون نواة لمشروع كبير على فكرة زي ما قلت لحضراتكم إحنا في سلسلة حرقات هنتكلم فيها عن الأرانب عن النعام عن البط عن السمان عن الأغنام السللات المختلفة اللي إحنا نبتدينا النهاردة نشوفها بتدخل مصر فيه خطوة مهمة جدا هنبتديها مع حضراتكم في الفترة القادمة بإذن الله الدواجن الدكتور مجدي المرسي نوه إن لازم يكون فيه متابعة لها في درجة الحرارة المرتفعة وأيضا فيه عندي بعض المعلومات هقولها دلوقتي عن المعاملة بالنسبة للدواجن في درجات الحرارة الحالية الأول معي لأستاذ محمود من مين يا تفضل تفضل يا فندي أهلا بي تفضل يا أستاذ محمود أيها في أحدود الشكوى يا فندي من البنك الزراع يا فندي تفضل الشكوى بتأس سلام ورحمة الله وبركاته وسلمنا على بعض ثلاث مرات وط التلفزيون علشان أعرف الشكوى ماشا في وط التلفزيون يا فندي صلى بنا عن ناس صلى الله عليه وسلم احنا دوقت عندنا شكوى في قرية بنوليمسي تابع المركز مغاغة المين يا فندي تمام شكوى في البنك الزراعات علو معاك تفضل قولي الشكوى الشكوى بتاعت يا فندي من ناحنا ييجي بتاع عشرين نفر كنا حطين وضعين الفلوس بتاعتنا توفير في دفتر توفير في البنك الزراعات تمام رحنا تفاجأنا لانا رايح اسحب الفلوس رايح اسحب مبلغ من الفلوس بتاع لجيت الفلوس بتاعتي صفر علو يعني ايه عشرين واحد عاملين دفتر توفير ايوة يا فندي مكمل الاختلاص بتاعنا بتزوير توقعات الصف بتاع اثنين باقول لك ايه ادي بس عشان انا ايوة فندي انتو عشرين واحد عاملين دفتر واحد ولا ديول العشرين حالة حصل معاهم دا عشرين حالة حصل معاك طب اتكلمني عن حالتك انت عشان ابقى عرفة انت كنت فاتح دفتر توفير بكام انا فاتح دفتر توفير بمية وعشرين الف جنيه اه بتوعك انت مية وعشرين الف جنيه في الدفتر بتعوتي انا في الدفتر تمام روحت عشان تسحب ملاقيتش الفلوس روحت عشان انا كنت في احد جابلي كده خمسين الف جنيه بقوا من سبعين ومن ايه من ايه من مية وعشرين يبقى المفروض من تبذك في الدفتر سبعين الف جنيه يبقى روحت مالي جيتو الدفتر السفر امتى بقى لقيتو سفر روحت عشان اتحب بعديها تاني مرة السبعين الف جنيه التاني مرة دي كانت امتى تاني مرة دي في شهر واحد اللي فات دي يا فندي شهر واحد السنة دي بداية السنة عملت ايه بقى لما عرفت اول ما انا عرفت و بتاع قلت له وانا طالع عن نيابي بقى بصت رجيت التلفونات اشتغلت علينا ارجع يا ام حمود هتاخد فلوسك والسراء ده كله واحنا هنحل الموضوع ودي والوضع ده كله والامور ده كله تمام يا فندي بل مهم رجح جام قلت نحل الموضوع ودي انا مش انا رجل فجير وراجل فلاح مش عاوز اتوجه لأنا بداية انا مكتشف اتحل ودي ولا متحلش ايه اللي حصل ما حلناش ودي يا فندي من شهر واحد لغد الوقتي ايه اللي حصل من شهر واحد وعدوني ومضالة على اشياء امانة مدير البنك والمراكب ومدير الخزنة بتاع البنك تمام يا فندي معاك شكات بالمبلغ بالمبالغ دي معايا يا فندي موصلات امانة بالمبالغ دي تمام تمام يا فندي احنا هنديك المبلغ بعد شهر بعد شهر بالضبط يعني على باسم الله اتنين وعشرين اتنين هتاخد الفلوس بتاحتك يا محمود ومعالش وسيرادة كلها والوضع دا كل بصيت لجيت بعد ما انا صبرت وقلت له خلاص مش مشكلة بعد الشهر محمود ايوة فندي خدت فلوسك ولا لسه لا انا مخدتهاش يا فندي معاك الوصولات يا محمود معايا الوصولات طب النهاردة الخميس يوم السابتة او يوم الحد تروح تعمل بلاغ في النيابة عمالت يا فندي وبلاغ يا فندي وبعدين عملنا بلاغ في النيابة وده ما انا جاهلك في الكلام يا فندي ما هو لأ بسرعة عشان الوقت قصدتها لما تخلص هيكون احنا دخلنا على العيد معاليش يا ساعة البجاء عشان في ناس معي على التليفون دلوقتي انت عملت بلاغ في النيابة يعني فيه قضية متدولة امام القضاء صح؟ تمام يا فندي مطلوب مني ايه دلوقتي؟ مطلوب ان احنا فيه ناس برضو تاني يا فندي من العشرين واحد دولة زائد عشرة كانوا ساحبين كروب يا فندي ماشي؟ واحد رايس ساحب انا الشكوى دي جمعية يختبر انا متبنين ممكن استأذنك في حاجة؟ اتفاضل يا فندي فيه مشاكل دي بيتم تدولها امام القضاء انا مقدرش اتدخل فيها خلاص ان لا حتى العشرة او العشرين العشرة او العشرين اللي معاجدوا اللي عندهم مشكلة لازم ياخدوا اجراءات قانونية دي جريمة يا محمود الشكوى حاجة والجريمة حاجة تانية خالص انا ممكن اشتكي ان انا عندي المياه مثلا مش وصلة انما لما اقول ان فيه جريمة واختلاس واموال دي ما الشكوى دي جريمة ففيه حاجة اسمها قضاء وانا عارف ان القضاء في بلدنا قضاء عادل انت اكمل في اجراءاتك وانا عم متأكد مليون فلمان انت تاخد حقك طب ما احنا عاوزينك انت تبنى اتبنى هب ازاي قول لي ما انا ما بحبش يا محمود انا ما بحبش هتاجر بمشاكل الناس يعني ايه ما بحبش ابقى اظهر على ان انا بطل وانا ما عملتش حاجة انا ومعاكم في كل حاجة ربنا معانا سبحانه وتعالى الناس اللي عندك دي معاهم اوراق ومعا ما يزبط انه ليه حساب في البنك زي ما انت عملت شكوى والشكوى بتاعتك امام القضاء خليهم يتخذوا نفس الاجراءات لو فيه اي مساعدة بقى مننا محامي ده هيبقى يعني خدمة مننا اه اوراق واقفة معاك ده نقدر نساعدك فيه انما انت امشى في الطريق السريم مشكرك وسيب بقى مكانة برضه هتابعك وهكلمك وعرف اين اللي حصل معاك حاضر عناية يا محمود بالنسبة للدواجن عبدو من الشرقين فاضر يا حاج عبدو يا حج عبده طيب كلموا لو هو الخط قطع من عنده وانتم معكم رقموا كلموا في التوقيت ده صناعة الدواجن صناعة حساسة جدا اصدر مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع المعمل المركزي للمناخ الزراع بمركز البحوث الزراعية بتكليفات من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية نشر التوصيات فنية للمزارعين بيتم تنفيذها خلال الايام القليلة المقبلة لافتا الى انه سيسود البلاد بداية من اليوم ولمدة خمسة ايام موجة شديدة الحرارة على البلاد ووفقا من الموقع الرسمي لهيئة الارصاد الجوية متوقع ان تبلغ زرد درجات الحرارة المرتفعة الخميس وتصل درجات الحرارة في القاهرة لنحو 45 درجة صرح الدكتور فاضل هاشم المدير التنفيذي للمركز ان هناك عدد من التوصيات الفنية التي يجب على المزارعين تنفيذها للوقاية من اضرار ارتفاع درجات الحرارة في البداية لابد من عدم تعرض المزارعين للشمس مباشرة وقت الظهيرة من 12 ظهرا حتى الثالثة عصرا وفي حال الضرورة ينبغي ان ارتداء قبعة لتجنب الاصابة ببعض الامراض المتعلقة بالاجهاد الحراري نتيجة ان تعرض الشخص لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خلال ارتفاع الحرارة ولابد من تناول شرب كسير من المياه والسوائل ده بالنسبة للانسان وبالنسبة للزرع الري على فترات متقربة في فترات الليل والنهار المبكر او الصباح الباكر وايضا بالنسبة للصرار الحيوانية توفير مناخ معتدل من توفير مظلات او تهوية جيدة داخل العنابر معانا حسن حسن من الشألية فضل زي حضاك يا سيدنا اهلا بيك يا سحاجة حسن الله يكي ما تكلم والله انا كان عندك فقط ارض خمسين اراف موالح تمام وانا ما عندك شكوه بس هو السؤال لو انا حبيت ان نعمل معلق ما هي الاجراءات التي يجب اتباحها الحصول على ترخيص بطريقة سليمة الاجراءات التي يجب اتباحها للترخيص بطريقة سليمة التوجه الى الادارة البيطرية او الادارة الزراعية لمعرفة قانونية هذا الطلب لان انت لو ارض زراعية هتحولها لمشروع سروة حيونية ده ممنوع لان انت دي ارضك زراعية فغير كده ما ترهقش نفسك شوف ده هينفع عندك في المكان ده ولا لا في البداية نفع هيتدو في الاجراءات بتاعتك في الادارة الزراعية يا في ادارة الانتاج الحيوني بكرة الصبح يوم السبت تروح لها ان شاء الله يعني مش عايزين يبقى فيه خلط لان احنا عندنا الارض الزراعية عايزين نحافز عليها نحافز عليها لان ده الامن القوم الغذائي للمصريين وانت النهاردة شايف الفلاح اكتر واحد التحديات اللي بتواجه القطاع الزراعي فانا من باب اولى ان انا حافز على المساحة الزراعية او الرقعة الزراعية مقللش منها لا ده نحافز عليها لشان نزود الانتاج فيها كمان سيد محمد من اسكندريات فضل السلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته احنا عندنا مشكلة رأيه ده زي ماهدي مالها فين في اسكندريا بالزبط في العمرية اه فين في العمرية انت عارف يعني وانا قاعدة هنا انا عارف ان العمرية كبيرة جدا النهضة تحت شركة البترو النهضة النهضة اه تمام شركة ايه شركة البترو تحت شركة البترو تمام ايه المشكلة اللي عندكم المشكلة عندنا الارض جزة والماء بتغيب عليها واحنا عندنا حاليا من دلوقت الجو حر والفصول يا عشان ونكلمه مهندز الرأي وروحنا للدرف اه في النصرية اي مفيش حد مستمطلينة خالص او انت المناوبة عندك كم يوم اساسا المناوبة خمسة شر يوم بس الارض ما تقعدش خمسة شر يوم جو حر دلوقتي وانتو بتكلموا على الماء بس يا عشان توصلك انت عارف اني فيه مناوبات واراضي جنبكم واراضي بعديكم فاحنا هنكلم وكيل وزارة الرأي عشان نعرف يعني ايه استعداداتكم للموجة الحر لان احنا فيه ظروف غير عادية يعني مش ده الوضع الطبيعي اللي احنا بننظم على المناوبة بتاعتنا لا النهاردة فيه حر اكتر المزارعين عايزين يروم الوضع الطبيعي هم حوالي يعني النسبة اللي فعل جزة حوالي مية وعشرة فده حاضر لا احنا هنكلمه كيلو زرط رادي الوقت طبيعي اني حتى ما انتبقاش الجو حر وما تستحميش ال 15 يوم ولمينا بعضينا وروحنا وروحنا للمدير وروحنا وكلمنا المهندس ما فيش حد من استمثلنا خارس يعني كده لو الوضع استمر المدة يومين على كده احتبر فشولة شاء الله للحقكم باذن الله باشكرك الحاجة عبدالعزيز من الغربية تفضل عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله انا اسميش عبدالعزيز انا اسمي توكل اللي كنت اكلمت حضرتك من اسبوعين وما بارن بقالي اسبوع ما حاجش رضي يرد على رقم ايه عشان البرنامج يعرف رقم حضرتك طب انا هقول لك على معلومة يا حاج عبدالعزيز او حاج توكل اولا احنا ما عندناش اظهر رقم طالب ده سر بقى احنا بناخد منك الرقم تمام ما حدش بيرده فيه ناس كتير فيه الاف بتتصل ما بنردش لان احنا عندنا ضغط تليفونات مش عشانك انت شخصية طب لح حضرتك لما غيرت الرقم دلوقتي حد رد انا مش بكذب عليك وانا مش بكذب والله طب انت مشكلتك ايه الاول بسرعة بس عشان انا مشكلت يا اوسيس سامح المشكلة اللي بقالها اربع سنين اللي قلت لحضرتك لو سمحت مشكلتك ايه عشان الوقت بيخرز المشكلة يا اوسيس سامح ان انا لها جاري مانع ان انا ننزل ارضي روحت عملت محضر واثنين وثلاثة وما فيش اي اجراء رسمي بيتاخد من المنتجان طب وتفتكر ان انا ممكن مشكلة زي دي ما نردش على تليفونك ليها واحنا طرف فيها يعني يا اوسيس سامح طبعا انت من تشترخي فإلا هيمنعنا ان احنا نرد عليك ما انت تتصل مرة واثنين والف واحنا بنوصل رسالتك احنا مش طرف في المشكلة عشان ما نردش على راكس عارف وعارف والله حضرتك وعارف ان انت إنسان محترم وفريق العمل اللي معايا كله ما بيتاخرش عن حد على فكرة ده اللي بيتصل بنا والخط يقطع احنا اللي بنكلمه تاني علشان نشوف رجل ده كان محتاج ايه انت بينك وبين جارك مشكلة شخصية وفي دلوقتي محاضر وفي قضايا متدولة في المحاكم مطلوب مني ايه فيه مش مشكلة شخصية اوسيس سامح مش مش مشكلة شخصية راجل عايز يشتري ارضي غزب عني وانا ما ببيعهاش مشكلة شخصية توكل وانا حفزتها مشكلة شخصية انت النهاردة ما بينك وما بين جارك عداوة ورافعين على بعض اواضي وانتو الاتنين بتروحوا المحكمة كل اسبوع تقريبا مطلوب مني حضرتك ما بروحش المحكمة كل اسبوعنا اللي كان انا اللي رفع عليه اواضي حضرتك عشان انا عارف ما فيه اواضي انت بتتباح انت لما كلمتلي في الموضوع ده اي مشكلة بتجنة على فكرة ما بينسيبهاش الا ما بينفصلها انت بقى فيه اجراءات قانونية وانت رفع قانونية وانا باكلمك دلوقتي علشان برضو ما تقولش ان احنا يعني ما مرضناش او ما بنرضش على رقمك انت دلوقتي رفع قانونية في المحكمة بتتباحها بتجيب معينة من الراي بجيب معينة من الزراعة بتاخد اجراءاتك القانونية انا بقى المراد اللي ايه طلب عندك سريع مطلوب مني ايه عشان اقوم اعمله دلوقتي مطلوب من حضرتك ان انت تساعدني في المشكلة انا بسألك المساعدة نوع المساعدة بس عشان اقدر اعمله اوسستا في قضية مدير الامن لما يكون القضية بتاعتك دي واخد حكمه بتقوله لو سمحت عايزك تنفزني الحكم طب حضرتك انا عايز اقابل رئيس الجمهورية قدم طلب على موقع رئاسة الجمهورية موجود على النت وقدم الطلب ده لان انا مش جهة الاقتصاص برضو بشكرك اتوكل مش هيد برنامج الزراعين مباشر كل عام وحضرتكم طيبين شكرا لكم والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة